تونس ضمن المجموعة الثانية مع ألمانيا وبولونيا والمكسيك تونس ضد المكسيك أول فوز عربي وإفريقي ثلاثة واحد لكن هزيمة ضد بولونيا وتعادل ضد ألمانيا رغم هذه نتائج الإيجابية في أول مشاركة تونس تغادر منذ الدور الأول بعد عشرين عام نصول قركاج في المنزل مرة أخرى ثاني مشاركة تأتي في برانسا 98 المنتخب التونسي يكتفي بنقطة فقط بعد تعادل ضد رومانيا ويندمتين ضد أمدلترا وكولومبرا سنة ألفين واثنين تونس تتراشح للمونزل الآسيوي في كوريا واليابان وهي المرة الثالثة للتراشح فيها تونس لكأس العالم المنتخب التونسي في مجموعة ضمت منظم الدور اليابان إلى جانب بلجيكيا ولوسيا مرة أخرى يكتفي الحنتقب بتعادل ونقطة فقط ضد بلجيكيا معاهمتين ضد روسيا واليابان والانتحاب مرضو الدور الأول بعد أربع سنوات للمرة سيسا على الدولي والرابع في تاريخ كوريا القادمة التونسية نصر قرطاش في موديل ألمانيا أجنو ستا الرحلة تبدأ اليوم ضد منتخب عربي والسعودية التاريخ والأرقام يقولين أن المنتخب التونسي حق فوز فقط يعود إلى سنة 98 بالأرجنتين نصر قرطاش في قرور مغامرة ألمانيا بتموح كبير وبعزم أكبر حتى يكون الانتصار الثاني اليوم بالتأكيد سيحلق النصر اليوم في سماء الأليمز أرينا بألمانيا حق سعيد لتونس ترجمة نانسي قنقر